السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم بحمود سمير امرا امتياز علاج طبيعي النهاردة اخر فيديو في مراجعة مادة الباثولوجي هم تقريبا عليكم اربع حشبات او ثلاثة يعني تقريبا والجزء تقريبا والهيموديناك. طبعا احنا المرة اللي فاته اخدنا شط كبير كملنا نيكروزيس ابوبتوزيس واخدنا بتقسيمة اكيوت او كرونيك واخدنا تقسيمة الاكيوت واخدنا يعني واخدنا واخدنا ختمنا المحاضرة اللي فاتت بالفيرست او فيرست او يونيون لهذا يعني والسكندري او تمام النهاردة هنبدأ في اخر شابتر وزي ما نشايفين كده طبعا يعني من صفحة تمانية عشر من تمنتاشر لتمانية عشرين لسه معنا عشر صفح النار ده هنخلصم برضه في حدود ساعة عشان انا كمان مشوية كده وهامشي رايح الشغلة تمام دلوقتي ده حاجات خاصة بـ public ومكونات الدم وكده يعني حاجات خاصة بـ بلاد فلو. مصار الدم. تمام جدا. يبقى الهيمو ديناميك دي سوردرز دي دي سوردرز بيتصيب الهيمو ديناميكس اوف سيركوليشن. عندك مصار الدم او السيركوليشن بتاعت الدم. لو في مشكلة من المشاكل اللي احنا هنشرحها دلوقتي تقع تحت الكاتيجوري بتاعت الهيمو ديناميك دي سوردرز. عندنا حاجات بسبب اوبستراكشن للبلاد فلو. وحاجات بسبب في البلاد فوليوم. يعني ايه? يعني في حصل سدة البلاد فلو اتأثر بسبب سدة مسلا زي من انا كدير بكتاعة هتلاقي مسلا زي مصورة مية وتسدد بالمنظر ده. او مش تسدد بمعنى الحرفي لأ. اذيقت شوية مسلا. او بسبب آآ او زاد. يعني كمية الدم او حجم الدم زاد او قل. تمام. عندنا اربعة واربعة. ثرومبوزيس ويمبوليزم واسكيميا وانفاركشن الحاجات دي خاصة بالابستراكشن البلاد فلو. وهيبريميا واديما وهيموريج وتشوك. اربعة حاجات خاصين بالتشينج في البلاد فوليوم. تمام. الثرومبوزيس. ثرومبوزيس يعني ايه? الثرومبوزيس دي يعني تعتبر هي جلطة. ولكن الجلطة دي من مكونات الدم آآ الداخلية. يعني مسلا انت عندك الدم بيتكون من صفحة دموية ومش عارف ايه وعندك عوامل تجلط. كل الكلام ده تراكم مع بعضه كده وعملك سدة. السدة دي من مكونات الدم. يعني بيقول لك. يعني من نفس مكونات الدم. يعني ما جبلناش حاجة من بره. كل الحاجات دي تمسك وبعضها تعمل الجلطة دي ممكن تسدي لك آآ بلاد مسلا زي ما انت شايف كده. او تقلل على الاقل اللي ممكن تقلل البلاد فلو. تمام. ممكن آآ يعني ممكن تسبب بتلات حاجات. اندوسيليال انجري سلوينج و سيركوليشن والعامل التالت يعني النسبة للتجلط زادت. التالت حاجات ده اللي هما اندوسيليال انجري وسلوينج و سيركوليشن والهايبر كوجيوليشن التالت حاجات دول بيسمهم فير كاوتراد. الحتة دي ممكن تيجي في امتحان. احنا كده معنا سؤالين. سؤال اولاني اللي هو يعني ثرومبوزيس. اهم هاي جلطة بتعرف اللي هي من بتاعة البلاد. ده سؤال يجي في امتحان. يعني ايه فير كاوتراد ده يجي في امتحان. ممكن يجي اول واحد فيهم اندوسيليا الانجري. يعني الاندوسيليا الانجري يعني البلاد فيزل ده حاصل في انجري او ليجين. ممكن حاجة شبه اللي هتصلوا بالشرايين. ممكن اه الكوليسترول ممكن يزيد في الدم. طبعا هما اتن دول مرتبطين مبعض. كوليسترول والاثروسكولوروز في الحاجات دي. وكلهم برضو مرتبطين بشرب السجاجة. ده بيبقى الشخص المدخن عرضة اكثر لامراض الدم. يعني ممكن يتحرض ليه اكتر يعني. اكتر من الناس العادية. يبقى اول حاجة شبه او كيميكال ايجنت او اكزوجيناس او كوليسترول زادهايبر كوليسترمية. اه تمام. دلوقتي اه اي يا ربي يعني الدم هو ماشي ماشي براحته. يعني قالت شوية. ايه اللي سبب ده. لو انت عندك مثلا مصورة. المصورة دي كترها مسلا ثلاثة سنطيم. هقولك باش تجميل مصورة. الخرطوم. الخرطوم لما تجد دفع خرطوم كده في بوز الخرطوم. تلاقي المية بتهندفع لمترين قدام ليه. عشان انت عملت في الخرطوم. تخيل بقى خرطوم ده كتره خمسشار سنطي. يعني انت ماسك ايه خرطوم ما طافش. ومركبه حفال عندك. الدم هيعمل ايه? الدم بتقريب ان الدم هيمشي براحة ويتمختر كده. يبقى ده هيؤدي الى كمية المية اللي مشى في خرطوم التخين ده هيحصل نفس النظام باقض لو انت عندك فين مسلا. الفين ده حاصل فيه جامد. فيها تقل. شابه الدوالي. الهارت فيلر. الدم مش عاقل قبل مش عارف دخ الدم. انيورزم. انيورزم شابه دي كده فين الانيورزم. انا حاصل صوت الانيورزم بس مش بتقريبا فيه ما بعد. الانيورزم ده هيعني بص هي انا حاطيتها انا فاكي انا حدقها. ده يعني حت انتفاخ كده الانتفاخ ده في ده. الانيورزم ده ممكن يفرق. شابه مسلا برين انيورزم في المخ. ده ممكن يحصل ده في برضو. بان ده قلت لك اه اه انيورزم. وقلت لك ان ممكن يحصل برضو. لما بس انا نصلها. ممكن يحصل في فين مسلا زي او هارت فيلر اه حاجة برضو في اه في الهارت وكده. حصل فهو الدم زيادة في القلب بس مش عارفه ضخ. يبقى كل ده هيعنتوا عنه وحط بقى التالتة عليهم عشان تباوزك الدنيا كلها يعني عوامل التجلط ونسبة التجلط زادت في الدم. يعني انت متخيل الدم بيمشي براها. وفيه في الاندوسيليال اه اليومين. وفيه التلاتة مع بعض عيبوزلك الدنيا. هكوولك احلى سرومبوس. تمام? الا بسبب زادت او بتاعت قلت. يبقى حزيت. مهما واحدة بتقللها. لو قلت. يبقى او بتاعت البلد زادت. اللزوجة. يبقى عندك اللزوجة زادت وعوامل التجلط زادت. والعوامل اللي بتقلل عوامل التجلط قلت. وعندك اندوسيليال انجري في اليومين. وعندك كل العوامل واحد مدخن. يبقى كل العوامل دي ممكن. مهمش ممكن هي يعني تؤدي الى حدوث آآ ثرومبوسيس. الطيبس. الطيبس بيقسموها على اكتر يعني بيقسموها على اكتر من كاتريجوري او الكاتريجوري على حسب اللون. الحاجات دي تجي ده ده سؤول يجي في الامتحان. ده مينلي يعني هي تسمى بتكون من بليتليتس وفايبرين. هما اتنين دول بيجمعها ببعض يعمل لك ثرومبوس. تمام? او ريد مينلي او مكس. المكس ده طبعا الحتة دي كلها على بعضها موضح سؤال. ممكن يسألك آآ الوايت مينلي اف ايه. المكس ده مينلي اف ايه. المكس ده كومنس طيب ولا مش كومنس طيب ومينلي اف ايه. تمام كده? ده على اول تقسيمة اللي هي القدر. تاني تقسيمة السايت. السايت اوف آآ ثرومبوس. ممكن تبقى فينس. فينس زي آآ رفك هي كومنس طايب. يبقى شبه الفاكرة انت تديب فينس ثرومبوسيس. واحد مسلا كان عامل عملية او قاعد في جبس واقعد فترة طويلة في السريل مسلا شهر ولا شهر ونصف ها بتحرق ما تحركش. فعور هو اكسر عرضة ان يحصل له ثرومبوس. في رجله في عنده مثلا الكف مصل كده. تمام? فدي ممكن تبقى موته. ممكن تبقى او كابلري او كاردك. ولكن اشهرهم ال فينس. ديب فينس سرومبوزيس. هتوها في بالك. ممكن تصنف على حسب هل يوجد يعني فيه انفكشن ولا مش انفكشن. شبه يعني احنا قولنا قبل كده في سيبتيك واسيبتيك. اسيبتيك انت مصير الثرومبوس دي هتروح فين? انت دوقتي عندك ثرومبوس تكونت? هل هي هتحصل لها وهتخف يعني وخلاص ولكن حصل حاجة? ده ممكن يحصل في الثرومبوس واسيبتيك. يعني الجلطة دي او التقلط ده حاجة صغيرة وما فيهوش ممكن يحصل له حاجة اسمها طبعا الحاجة دي برضو مهمة. انا بقول لك الحاجة المهمة اوه. اشان ما تجيش بعدك اتقول لا الحاجات دي بتجي فيه متحان. يعني زي ما انت شايف في الصورة دي كده. دي ثرومبوس فبيحصل فيه شوية اخرام كده بحيس ان الدم بيعدي. يعني انت متخيل عارف انت الترسيبات اللي بتحصل في مصير المياه وكده نفس الكلام برضو. ده اسمها و يعني دي او ولكن فيه متخرم اخر مين تلاتة كده عشان يعدي. يعني بتروح في جنب شابه او اللي هي اسمه متصلب الشرايين. ده. تمام كده? تمام. ممكن بيحصل لها يعني بتزيد في الحجم هي شوية الترسيبات. بص. دي بتبقى التكونات لوها صغيرة هتتكون وتقف في مكانها. وهي الدم معدي بيعد يتكون اكتر واكتر واكتر لحد ما تبقى يعني بتزيد في الحجم بتاعها. وممكن يعني تمشي وتروح تقفل لك فيسل. تروح مسلا تعمل لك بالموناري اا تروح لل للنج تجيب لك بالموناري ايمبوليزم وتموت على طول. يعني ممكن تموتك. تمام? بروباجيشن. برضو نفس الكلامية ممكن تسيب المكان بتاعها وتروح اا تلف اماكن تانية ممكن تقفل لك بقى ايه? على حسب لو كان الشوريان ده او الفيسل ده حجمه تخين فخلص مش هيحصل له حاجة لو كان صغير يعني القطر بتاعه صغير ممكن تقفل لك ويه اا تؤدي الى كومبليكيشن. ممكن الثرومباز زيجي حصلاته. تمام كده? يبقى احنا دولتها عند الحية دي مهمة. حاجة اخيرة عندنا اسمها يعني دولتها جبت مسلا سحبت عين الدم من واحد وحطتها في بلد تيست اا تيست تيوب ومبوقت اختبار وستها هيحصل تجلط. التجلط ده اسمه يعني خارج الجسم يعني في تيست تيوب. ده اسمها بلد كلاود. كده احنا خلص نوع السرومبازيس. تاني عنون معانا اسمه ايمبوليزم. ايمبوليزم. مسلا لو انا جيبت حقنة هوا. تمام? حقنة هوا كبيرة كده. واتديتك الحقنة دي. اللي هيحصل احتمالك بيت تموت. ليه احتمالك بيت تموت? لان الهوا ده هيعمل حاجة اسمها بل مونري ايمبوليزم وتموتك في الحال. اكيد سمعتها في افلام قبل كده. لغير واحد داخل من المخابرات مسلا او كده. او افلام الرعب قلت ليه داخل على حد هو انه يعد في العناية او في المستشفى ودي لحقنة هوا. اه حيموت. ولكن زي ما اقول لك دلوقتي حقنة الهوا دي لازم تكون اكتر من تلاتة ميلي. اليمبوليزم نفس الكلام برضو. حاجة بتصد الفيسل ولكن الحاجة دي بتكون مش من مكونات الدم. بتكون حاجة جاية من برا. تمام? اهم واحدة فيهم الموس كومنطايب ثرومبو ايمبوليزم. تمام? ثرومبو ايمبوليزم. اللي هي كانت دي. تمام? دي الموس كومنطايب. برا زيتك ممكن تبقى الاميبة الفضولات بتاعها تقريبا بتعمل ممكن تعمل ايمبوليزم او ايمبولاي. ايه ايمبوليزم حقنة الهوا لازم تكون اكتر من تلاتة تلاتين ميلي. فات ايمبولاي زي مسلا ما سمحتش انت اه يعني يقول لك ايه واحد دخل العمليات ومات في العمليات اول ما بدأوا العملية. ممكن واحد مسلا عنده فراكشور اه فيمار فراكشور. ومات. ليه? علشان جاي له حاجة اسمها او فات امبولاي. امنيوتيك فلاويد امبولاي ده بتبقى في في الليبر. تمام? في الماليجنة بتاتشد. اه بتبقى حاجة لزقة في جدار وبتتنقل وبتروح تسلتلك اه اه فيصل معينة مسلا. طبعا بكتيريا. حاجة الجسم غريب. دي طبعا مشهورة جدا. تمام? الحاجات دي كلها ممكن تجي لك سؤال في ممكن تجي لك في في الفات. تمام? ووالد يجي لك في كله. ولكن بتاتشد دول اشهر ثلاثة. مصير دي ايه? يعني دي ايه هيحصلها? نفس كدام برضو لو هي يعني هي حجمها صغير. وما فيهاش انفكشن? هتتحلل لو ممكن تروح تقفل لك او فيصل معينة. تمام? طبعا ده هيعمل يعني دي حاجة وحشة فيها انفكشن. تمام كده? يبقى احنا دولة اخدنا او اه ثرومباس والامبوليزم. ما عارفنا ده ايه? ده ايه والتيبز? بتاعت كل واحدة فيهم. تالت عنوان معناه اللي هو اسكيميا. اسكيميا زي ما قلت لك. قبل كده وبعيد تاني عندك حاجة تتقارض. حاجة الارض دي ما بيوصلهاش مية. فحتتتصحر ويبقى رملاية. نفس الكلام برضو انت عندك عضو معين. ما بيوصلهوش دم او كمية الدم اللي بتوصله قليل. فالعضو ده غالبا هو ممكن يحصله اساسا ويموت. تفهمني? ممكن يبقى عندك اساسا ثرومباس او سدى لك الليومن بتاع الفيسل. ممكن يبقى اساسا عندك حاجة شبهة تصله بالشرائين اللي هو اسكليروزيس. تمام? ممكن يبقى فيه حاجة ضغطة من بره على البلد. شبه مسلا الناس اللي بتعمل عملية وبيروح يروبوته اللي هو الروبوت الضغط الجامد ده على رجله. فده ممكن يؤدي الى اسكيميا لو الروبوت ده فضل مربوط على رجله او ايده فترة طويلة. الفاكتورز ديترماينج سيفيرتي اوف اسكيميك انجري. يعني ايه العوامل اللي بتؤدي او بتؤسر على السيفيرتي بتاعت الانجري ده. ممكن عضو معين بياخد دابل بلد صبله يعني هو العضو ده ليه? وصلتين بيغزوه. فلو وصلة منهم انضربت خلاص مفيش مشكلة. انما لو عضو بياخد لو البلد فلو ده انضرب له يبقى في مشكلة. عارف مثلا زي بلد البلد دي بتاخد كهربا من آآ منطقتين. دي لو لو خط تقطع منهم مفيش مشكلة. انما لو بلد بتاخد كهربا بس بنحول واحد بس. لو المحول ده انضرب يبقى كربا هتقطع عن البلد دي نفس الكلام برضو. زي ما قلت قبل كده الجنرال جنرال سيتيتس بلاحة البايشنت. لو واحد عنده هارت فيلر والحاجات دي هو عرض اكثر للاسكيميا. عندك هنا هنا بتكون اقل مقاومة من يعني بيتأثر اكتر. الهارت والبرين والكيدني ده سؤال ممكن يجي. دول بيحتلهم اكتر. يعني انت اكيد سمعت عن آآ اسكيميا في الهارت اسكيميا في البرين. تمام? ما سمعت يعني غالبا ما سمعتش عن نقولك اسكيميا في آآ اسكيميا مسلا في التفاهم الحاجات دي بتبقى اشهر اكتر. ده ممكن سؤال يجي في امتحان. اي حاجة يعني اي حاجة بسرعة تيجي بسرعة دي اكسر خطورة. حاجة يجيلك بسرعة هتموت على طول. منفيهاش بقى الحق اني ودينا مستشفى. هي عوش هتموت على طول. جات لك بسرعة هتموت على طول. تمام? لو كومبليت يعني اتقفل كومبليت اتقفل على كل على بعضه ده اكسر خطورة من البارشل. يبقى الحاجات دي كلها طبعا مهم. مهم. ممكن تبقى الدنيا خفيفة وتتحل يبقى ما مليهاش طبعا لو الدنيا شهيدة شوية هيحصل آآ تأسير على الخلايا وتأسير على بتاعتشه والسيلر بتاعت السيلزة هتأثر. وكل الكلام ده ممكن يؤدي الى موت. يا موت في النسيج يا انت يا بني ادم تموت. ده بالنسبة للتالت عنوان معنا الى وهو الاسكيميا. رابع عنوان وهو الاخير في الجزء بتاع ده اسمه يعني حتة نسيجة ماتت بسبب ان اللي رايح لها اتقطع. فحصل مرة واحدة. وكومبليت كامل وكونتينياس مستمر. كونتينياس مستمر. طبعا آآ يعني الحتتين دول ما اعتقدش اللي هم مهمين ولكن يعني اعرفهم بيقول لك الطايبز نفس الطايبز بور بحتي اللي فاتت آآ بيل وآآ ريد بيل ده يعني شحبة. تمام? آآ يعني اقراهم برضو انا مش عاوكلم فيهم. الانفاركشن. الحتة اللي فان دي لو انت جيت بساطة عليها هتوصفها ازاي. بيقول لك بتكون يعني مسلسة الشكل شوية. يعني القمة بتاعتها بتشاور نحية اللي تقفل. والبيز بتشاور على السطح بتاع يعني انت بيبقى مسلسة الشكل من فوق رايحة للارتري ومن تحت رايحة تمام? آآ بيقول لك هنا برضو ايه? بتقول لك ايه? بيبتقول لك ايه ساب آآ كابسولار. آآ الحتة دي والبيز والممكن يجو في المتحان. يعني مصير ده يحصل له ايه? ممكن آآ الحتة اللي فان دي ممكن يحصلها تمام? يعني هي في الغالي بيجوز النسيق ده. يعني هو مات اساسا. فهيحصل له يعني التشو ده هلتعود بفايبرستشو او يحصل له كالسيفيكيشن. كده احنا اخدنا ايه دلوقتي? اخدنا ثرومبوزيس. واخدنا امبوليزم. واخدنا اسكيميا. واخدنا حتة صغير كده تابع حاجة اسمها الجانجرين. اللي هي بالعرض اسمها الغيرغارينة. اكيد طبعا سمعت قبل كده عن الجانجرين. وحصل له باتر. حصل له مسلا. او في الرجلة او في اليت. المهم. اه الجانجرين ده. ده طبعا نوع من النكروليس. يعني طبعا كل الحالات دي بلمسها البعضها هو الجزء المات ده حصل له نكروزيس مات و حصل له تعفن. يعني النسيج ده مات وتعفن. ولو ما تلحقش اساسا قبل ما ما يحتى كام ده بانه بتر. ممكن الشخص يحصل له تسمم. هيحصل له وهيموت. فانت لازم تتدخل على طور تشله ايده او رجله. تمام? وإلا هيموت. فانت يعني يعيش من غير رجله ولا ما يعيشه خالص. تمام كده. في دراي وويت. يعني في نوع دراي وفي ويت. وفي كده من الويت اسمه جانجرين. طبعا الجانجرين ده بسبب اسكيميا. يعني الرقم واحد جالي ايه بسبب اسكيميا. اسكيميا عبقت وعملت جانجرين ولازم يموت ايه لازم يموت ايه? لازم يتلحق. هنا الجدول ده مهم طبعا مهم جدا الجدول ده جدول ده يا جماعة مهم. في عندك في مقارنة بين الدراي والويت والجاز. بص الدراي دي احسنهم. افضل من الويت ومن الجاز. ده بيحصل في الدست البارس بطاعة اللامب. يعني مسلا جانجرين في ايدك او رجلك من تحت. فانت بيدخل ايه? بيدخل يروح يشلك الرجل دي وخلاص. احسن من يتحول لويت. طبعا الدراي دي اه 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 احسنهم علشان ما فيهاش تمام? ويه اه يعني ما بقولك يعني ما فيهاش او حاجة صغير. تمام? الدراي مشهورة اكتر في الناس الناس كبار اللي ما بيبقوا عرض اكتر لاكتر من مرض. بسبب تصدب ايشارين. تمام. الويت دي اخطر من الدراي. زي ما من اسمها كده يبقى في يعني الانسجر راطبا اللي فيها مية شبه الماوث والسيرفيكس. تمام? الحماكن دي مهم ما تجي في الامتاعها. انا اقولك دستا اللي مش هافيه تتعرف لا دراي. النعم الجنجرين بطر علشان ما فيهاش. ده يجي في التوز والفيت بسبب ده دراي. الويت يجي فين? في السيرفيكس او الموستيشو. تعرف ناويت. كل الحاجة دي تتعرف ناويت. يعني التحسن بتاعها. مش كويس. بسبب وجود انفكشن. تمام? نفس الكلام ينطبق على الجاز. الجاز ده نوع من الويت. وركز الاحيان دي ده ممكن تجي في الامتحان يقول لك بسبب ان في بكتيريا داخلت الجسم عن طريق يعني مسلا واحد فهرب او واحد عامل حادثة. اه في بكتيريا داخلت الجسم عن طريق ده. هتجيب له ايه? هتجيب له جاز جنجرين. هنا في موضع حوالي ستة اسئلة. دراي. دي ده فيها سؤال وهنا سؤال وهنا سؤال. وهنا سؤال وهنا سؤال وهنا سؤال وهنا سؤال وهنا سؤال. الجاز جنجرين لك على تمام. كده احنا خلصنا الاربع عناوين. فقول الاربع عناوين تانيين. حاجة اسمها يعني كمية يعني كمية زادت. الطايبز برضو بيقسموها. تلاقي في البصروج على طول يقسمك. بيقولك طبعا طايم اكيوت او كرونيك. اكيوت يعني على طول. رابد لي ديفلومنت. كرونيك يعني ده بالنسبة. او باسف. الاكتف يعني كمية الدم زادت بسبب حصل يعني البلود فيسل واسع فكمية الدم فوق تزيد. الباسف لا. الباسف بقى العكس. كمية الدم زابتة ولكن في فاسكولار اكليوجن يعني الفيسل ده مزدوط. تمام? فالدم مش عارف يمشي. فكمية الدم هتزيد. هنا اكتف فيسيولوجيكال في فيسيولوجيكال هايبريميا زي مسلا واحد بيلعب جيم او بيجري او كده. الاسكليت المصل. واحد اكل لانت لقيت لما بتاكل كده تحس ان انت عالس نام. ليه? علشان الدم بيتشفت من دماغك. بيروح للعضو اللي احنا عايزينه يشتغل حتك منطقة البطن ديك ولا كده. بكمية الدم بتروح هناك اكتر. ده نوع من اكتف فيسيولوجيكال. اكتف باسولوجيكال قلتك المرة اللي فاتت من عوامل او من السمتم تلاقي آآ ريدنس آآ بسبب ان فيه هايبريميا. اهي الهايبريميا ايه? ده اكتف باسولوجيكال. الحالة دي مهمة. والحالة دي مهمة. تمام? يبقى جزة في موضع عسئلة برضو. الباسف هايبريميا باسف هايبريميا ده بسبب ان فيه آآ المسار اللي ماشي الدم فيه مسدود. فعمل يعني آآ يعني آآ يعني بالعربي يعني الترش وحاجة زي كده يعني. ممكن تبقى ولكن الحالة دي موضع سؤال برضو. تمام. نفس الكلام برضو. احنا هنا هنقسمها لايه? لوكل وسيستيميك لوكل يعني موجودة في مكان محدد. سيستيميك يعني كل جسمه في آآ تمام. نبدأ بالسيستيميك. سيستيميك بص اقول لك الحاجة الحالات اللي خاصة بالآ بالهيمو دايناميكس يعني خاصة بالبلاد فلو كده والفينوس درينيج والبلاد سيكوليشن. لما قل لك سيستيميك عينك او دماغك على طول تروح يا للنج يا الكيدني يا الهارت. او كلهم عادي. تمام? يبقى هنا في الهارت فيلر. تمام? ده المضخط تحت الجسم ممكن يبقى فيه آآ جزء رايت آآ هارت فيلر او ليفت. تمام? الليفت هتعمل بالمونري والريت تركز في حتة دي. هتعمل لك بالمونري والريت هتعمل لك عندك اللوكل اللوكل ده بقى حالة سهلة يعني ده آآ ممكن تقصلك على مكان معين محدد. مش تمام? الحتة المهمة هنا في السستيميك اللي هي والسستيميك وده ده بنسبة اه آآ 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 الثلاص زي ما عندك شايف دي الاسمي عندكم في الكتاب في الرايت والليفت الليفت ده هيروح للبلمانوري والرايت ده هيعمل لك سيستمك. تمام. الهيموريتش. الهيموريتش هي النزيف. ايه افضل يجي لك نزيف داخلي ولا نزيف خارجي. طبعا يعني اللي ده ولكن لو ده هتختار. هتختار نزيفي الخارجي. انت تعورت بموس مسلا او بسكينة ده نزيف خارجي. انما يجي لك نزيف داخلي دي مصيبة او كارسة. ممكن محدش يكتشفه وتموت فيها. يعني انت مسلا لو حد وقع من الدور التالت ولا الرابع. ونزل سليم. واغم عليه. لا انت تخاف علشان ده احتمال يكون جاله نزيف في المخ او نزيف في بطنه اصلا. فده ممكن يموت او هو غالبا يموت. الهيموريتش يعني سكيب البلد من الكارديو باسكولار سيستم يعني الدم بيمشي او بيها رم. سيباك من التعريف لانت تعريف الهاب. اللابة. يعني الدم بيها رم من الكارديو باسكولار سيستم. المهم. في طيب زي عندنا تو مين كاتيجوري. اكسترنل هيموريتش. يعني نزيف خارجي. وانترنل هيموريتش. الاكسترنل هيموريتش ده بيبقى اوتسايت من البادي. يعني بيخرج خارج الجسم. زي مسلا هو قسمها لك بقى. يعني انت ضغطك عالي وفي مشاكل وبتاع فلاقي تلاقيك. انتلاقي نقطتين دم نزيم من اخيرك كده. ده ابستاكسز. اسمه ابستاكسز. طبعا مش محتاج اقولك. الكنام اللي بالله احمر. ده مهم جدا. ابستاكسز نزيف من الانف. هيموفسز يعني بيكوح دم. طبعا ده نوع خطير. النوع اللي اخطر منه للبلود. ده اسمه هيموفسز. ده ممكن يكون جاي عنده كنسة مسلا في الامعاء او كده. تمام? ده نوع خطير. في نوعين تانين. نوع ممكن يبقى نازل في فضلات الشخص ولكن يعني هو الدم اتهضم. يعني ممكن يكون جاي من بتاعته او الماعدة. بليدينج بالريكترم. البليدينج بالريكترم ده دم فريش كده لسه نازل. ده بيقولك ان فيه هو اللي في على عكس النوع الاولاني ده. يبقى دلوقتي احنا دينا هيموفسز وابستاكسز دون مهمين. هيمتيمسز وملينا وبليدينج بالريكترم. ممكن يبقى جاي من يعني فيه دم فيه اليورين. ده برضو نوع خطير. فيه ممكن يبقى جاي من هما اتنين بس. مينورارجيا ومينورارجيا. الاول نوع ده في ممكن يكون كمية البلد اللي بتخرج او اللي بتزيد يعني كمية البلد بتزيد معاك او بتطول في المود ده. التاني بقى فيه نزيف ولكن هو ملهوش علاقة مش مش بالريليتد بالااا يعني فيه نزيف ولكن مش تابع تمام? يبقى دلوقتي احنا بتكلم فيه اربع تقريبا اربعة. يا جاي من الاتنين دول مهمين. او جاي من الاليمينتري تراكت. يا او فيه بلد في نزل في اليورين بتاع الشخص او بتاع المريض. او جاي من او نوع نزيف ملهوش علاقة اساسا بالمنسترويشن. تمام? ده الحيط اللي كلها موضح اسأل. تمام. ده بقى النوع الخطير. النوع خطير لو كان مسلا في الرئة او في ده لأ ده ده فيها مشكلة. طبعا ده زي ما قلت لك اه الكسنا هنا بقى في في البادي. من اسمها مثلا هيمو بيريكارديام يعني في البيريكارديام زي ما انت شايف كده. هيمو ثوركس يعني في القفل الصادري او في الرئة في البلورة بالزد زي ما انت شايف كده. ده هو بيطلع لك البلود من البلورة. طبعا زي ما انت شايف اللانجايا دي او الرئة دي نورمال وهنا شايف كشفة الزيف وده نوع خطير. هيمو بيريكارديام طبعا في البيريكارديام. عندك هيماتوسيل في التونكا في جانينادس في التستس. هيمو ارثروزيس ده طبعا انت عارفينه في جوانت كافيتي. طبعا الانترينة الهيموريج اخطر من الاكسنا الهيموريج. انترسيش الهيموريج ده بقى نوع اللي هو ايه? نوع يعني حارف انت بنشتغل على يعني لفل قليل شوية ما بين الخلايا بقى والحالات دي. تمام? ما بين انترسيشال تيشو سبيسيز زي ما ولتلك من دلوقتي. ممكن على حسب ما صنفه لك هنا على حسب الصيز. الصيز يعني حجمه. حجم النزيف ده. هيماتومة هيماتومة انا ده ربطك بوكس. ففيه عارف انت تلاقي كمية اه حتة مساحة كده. حسنا محمر وفيها دم تحت الجلد. ده هيماتومة. عندك اكموزيس. نفس الكلام برضو شابيها شوية. آآ كمية آآ كمية دمك دي لها شوية تحت الجلد. عندك بيربرا. ده تحس لها ايه? عافل الله ايه? ده. تحس اللي هي ملطاشة كده اللي جديدت ملطاشة. آآ اسمها بيربرا. سمول آآ بن هيد سايز يعني النقطة شبه راس الدبوس حاجة صغيرة خالص كده. تمام? وين نوع الاخير بده النوع يعني خالص مايكروسكوبك تحت المايكروسكوب. تمام? الهيماتومة والكموز كل بص بحيطة دي كده برضو موضع اسئلة. تمام? ولكن الاكثر شهرة فيهم بيقولت تبقى بتيكي. اللي هو ده. طبعا الهيماتومة اكيد شفت ما انظر ده قبل كده. حس اللي وقعت مسلا على كوعك او كده. فتعملك هيماتومة. يعني بتاخد من الاكبر للاقل. ممكن على حسب يعني هو النزيف ده جاي من مين? ممكن يبقى كاردياك جاي من الهارت. ارتيريا اللي جاي من آآ ارتري. طبعا ده بيبقى يعني الدنيا آآ فاتح شوية كده. وفينوس هيموريج. جاي من الفينز. طبعا ده دارك ريد. الحيطة دين ده مهمين برضو. وكابلاري. عندك ممكن على حسب الطايم. الحيطة دين دول مهمين برضو. بص لك الحاجة مزاكرة دي كلها مهمة عشان انا جاي بداك للصولوصة راحة لمعلك. برايماري. هو الطبيعي انت عملت آآ عملية اختامة عملية وكده. فطبيعي اللي هو في نزيف آآ هتفتحت. ليه ده ما طلع لك? فده اسمه برايماري. ري اكشن ري. يعن في اول تمانية واربعين ساعة هو ممكن هو متوقع في اول تمانية واربعين ساعة ممكن يسعى النزيف. بسبب مسلا ان في غرزة تفكت مسلا او كده. او انت تقلبت فالواند ده اتخابط في حاجة ففي نزيف. فده اول تمانية واربعين ساعة يعني اول يومين من العملية. ده اسمه حيات ده مهمة. وسكندري ده اعمام ده تخيل تبقى عملية وتنزف بعد اسبوعين ده بيقولك ان الواند فيه انفكشن. دي بقى برايماري وري اكشن ري وسكندري. اتات حاجات دول مواضيع اسئلة. احنا كده بقى الهيموريجو كده. طب ايه اسباب النزيف? اسباب النزيف كده. اسباب نزيف ده انت ممكن انت لا قدر الله ماشي مسلا تقع او تعمل حادثة. فده اسمها ترومة. يعني عندك في دماغك الانيوريزم ده فرقة. فهيجيب لك انفلاماتري. تمام? نفس يعني ده انفلاماتري برضو الحالات دي اه بتاتبقى حتة الترومة برضو شبه الترومة شوية. ممكن يبقى فيه مليج ننتي تيومر ممكن يجيب لك اه هيموريج. عندك شبه او تصلوب الشرعين. الضغط الدم المرتفع. ممكن يجيب لك هيموريج تنزف. يخليك تنزف من الانف. من النوز. يبقى ده بالنسبة الهيموريج. عرفنا الهيموريج انترنال وكسترنال وانترستيشال واخدنا كل نروح فيهم. ايه اللي تشوك? تشوك ده? طبقا انت شغلت في مساش في كده بقول لك الحق. ده فلانجالو تشوك ومات. او كان هيموت واحنا الحقنا. ده ليه? لانه ده بتهدد حياة الشخص. بسبب ايه? بسبب ان كمية الدم قلت جامد. يعني بتاعة الشخص ده قلت مرة واحدة. فانت لو ما لحقتوش يمعلم الراجل ده يموت منك. تمام? ده سؤال يجي في الامتحان. لسؤال. بزي يعني بقول لك ايه? ده معناه ايه? سؤالين دول ممكن يجو في امتحان. او اسمها خلينا نبدأ بحاجة اسمها انافلاكتك تشوك. انافلاكتك تشوك يعني فيه سيفير 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 فسيفير سيفير ده. هيؤدي ان كمية الدم حتقل. ما انت عندك جامد فكمية الدم حتقل. ده ممكن هو بيحصل فيه اللي هو اكيد طبعا اعرفينه. ده لازمت عمل له اختبار حساسية الاول. فانت ممكن يجي سؤال في الامتحان. لو انت ما عملتش بتاعت ممكن المريض يدخل في انافلاكتك تشوك. ومش هتلحقت للمستشفى. علشان كده الانافلاكتك تشوك دي لازم او تاخد الحقنة في المستشفى. عشان لو حصل لك حاجة لقدر يلحقك. عندك نيروجينك تشوك. انت مسلا اه 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 عندك سيمباسيسيك وبرا سيمباسيسيك سوبلاوي. لو واحد فيهم انضرب. تمام? يعني مسلا الواحد بيهد الدنيا وواحد بيقل الدنيا. فاللي بيزوي الدنيا ده لو انضرب. يبقى الدنيا هتهدى معاك. تمام? ده ممكن يسبب تشوك. عندك سيبتك. زي ما قلت لك من شوية سيبتسيميا. بقول لك سيبتسيميا انديوز سيبتك تشوك. تمام? ده ممكن يموتك. كارديوجينيك كارديوجينيك تشوك. طبعا جاي من الهارت كارديو عن هارت. ده هو مش عارف يضخ الدم للجسم. فكمية الدم اللي راحة للجسم عموما قليلة. فده يدخل في كارديوجينيك تشوك. كل الحاجات دي موضع عسئلة. يعني ده وقت دي واحد عامل حدسة. فنزف كمية دم كتيرة. فهيدخل في او عنده يعني فضل فترة طويلة ما بيشربش. تمام? او عنده مسلا حرق من الدرجة التالتة. فهيفكت كمية كتيرة. فهيدخل فيها. الحاجات دي كلها اللي تشوك كلها. دلوقتي يقل لك الحاجة. انت دلوقتي لو انت بتلعب مطش. فالجسم فيه ميكانيزم غريبة شوية. اللي هي ايه? يعني لو انت بتلعب مطش دلوقتي فتلاقي كمية الدم اللي رايحة لعضلات اكتر من كمية الدم اللي رايحة للجهاز الهضمي. لو انت دلوقتي اكلت. اكلة دسمة. هتلاقي كمية الدم اللي رايحة لبطنك او الجهاز الهضمي اكتر من كمية الدم اللي رايحة للمناطق الاخرى. فهو الجسم بيتصرف على هذا النحو. يعني ايه? يعني بيشوف ايه الجزء او العضو اللي في الجسم اللي عايز زم. اه اكتر وبيودهوله. بحيس ما اقصرش عليه. يعني دلوقتي ما ينفعش. يروح يود كمية الدم لجهاز الهضمي. يعني ويقل كمية الدم على النهارة. ما ينفعش. هتموت. فهو لو دخلت في ايه اللي هيحصل? فيه عنده تلس تيجيز. كومبانسيشن والدي كومبانسيشن و تيشو انجري كومبانسيشن يعني هو بيحاول يعدل الكفتين. يعني دلوقتي في اول مراحل اللي تشوك هو دلوقتي عايز يخلي الهارت. بيقول لك يمينتين الكوروناري بلاد سبلاي. الراحل الهارت والسريبرال المخي. يعني هو اهم حاجة لما الجسم يدخل في تشوك. الجسم يعمل ايه? اهم عضوين يحطون في دماغه. الهارت والبراين. الاتنين دول بالنسبة له رقم واحد. لو ما عارفش. بعد كده هو دلوقتي يلحق الاتنين دول. لو الدنيا زادت اكتر. تمام? ده هيعمل لو الدنيا زادت اكتر واكتر خلاص هو ما هو هيعمل لك ايه? هو خلاص هيروح لك يعني تشوك ولها تموت بقى. او العضاء دي العضاء اللي رايح لها دم هتموت. تمام? يبقى في الاول خالص في هو بيمسك في ايه? بيمسك فيه الهارت وبيمسك فيه البراين. بعد كده لو الدنيا زادت هيحصل بسبب ان مفيش كمية دم رايحة لبتشوه. فالسيلز الفانكشن بتاعتها هتقل. تمام? ولو الدنيا زادت اكتر هيعمل يبقى الله يرحمك. انت مسلا حالة دي سهلة. حالة دي ممكن ما اجيش نبقى. حالة دي سيجفل حت اللي فوق. دي سهلة يعني انت دلوقتي واحد ضغطك واطي خالص. اه كمية دم قليلة فتحس بضع نبغات قلبك. اه وشك صفر. البالس بتاعك. تمام? درجة الحرارة قلت. وشك شاحب. كل حاجات دي دليلة. يعني اكيد انت شفتها قبل كده. يعني انت لو عندك تضع نصفي. تحس ان انت مهبط وضغط دمك قليل وبتعرق وكلام اللي حاجات دي. اخر حاجة معنا اسمها الاديما. اديما دي اه يعني تقريبا معنا ربع عربي عند الرعاش في حاجة زي كده. تمام? تمام يعني الاديما دي دلوقتي لو انا نفس المثال برضو انا حدفتك بطوبة وخبطتك بوكس في وشك. هتلاقي وشك انتفاخ. الانتفاخ ده اسمه اديما. الطيب تبقسمها لك على حسب. هي حصلت فين? هل هي? يعني دلوقتي اهل انا خبطتك في وشك كده? يبقى لها هل هي زي ما قلت لك من شوية? اي حاجة اه او تفكر فيه يعني كدني وهارت. تمام? فاكر انت نفس الكلام. يعني انت عند لك الكدني اللي هي بتصرف الفلويد. لخارج الجسم في اهم مشاكل. فانت الفلويد ده هتحتبس داخل جسمك. تمام? دي مهمة. الكاردياك. اه في الدم. لو نعلك هارت فيلل. حيث دي مهمة. بتبدأ فيه وبعدين يعني بتنتشر في كل جسمك. ولكن بتبدأ فيه رجلينك الاول. لو واحد ما بياخدش كمية بروتين كافية. وبياخد كمية كاربوهايدريت اكتر. فده هيدخل في اديمة جسمه هيتنفخ. عفوا انت جسمه كده معب مية. ليه? علشان ان دلوقتي. اه كاربوهايدريت محتاجة مية والحاجات دي والماء هيدخل الجسم. فكل ده هيعمل احتباس او اه يعني هيمل الجسم مية. يبقى ده عندك اسباب لجنراليزة دي ما رينال وكاردياك ونيوتريشنال. الرينال رينال فيلر وكاردياك رايت سايت كارد آآ هارت فيلر. والنيوتريشنال ده بسبب ان كمية البرتين اللي بتاخدها اقليلة. ولكن ده بيحصل على مداد طويل يعني مش اه مش مش في يوم او ليه يعني. اسمها النيوتريشنال هايبو بوروتينيميا. او الفلويد كومبوزيشن. يعني انت تكوين الفلويد ده ايه? في حاجة اسمها ترانزيو ديت وايكزيو ديت. طبعا ده آآ المكهور اللي دي مهمة برضو. الايكزيو ديت والترانزيو ديت ده على حسب كمية البروتين والفايبيرونجين والسيلز الخلالية اللي موجودة. اللي يعني انا مش هكلم في حاجة دي. آآ الحاجة اللي ده مهمة بيجي في اللي متاعها. ولكن الترانزيو ديت ده كومون. تمام? وبيحصل في كاردياك والرينال ديزيز. يعني الترانزيو ديت ده موسو كومون من الاكزيو ديت. آخر حاجة معاني النهاردة. الايديمة دي بيتنج ولا نان بيتنج. يعني تدلوقتي لو جيت حطيت صباعك على الا. اه. لو هحطيت صباعك كده على المكان اللي في الايديمة. هل هي هتبقى بتنج? هتحط صباعك. ولما تشيل صباعك هيبقى صباعك معلم على الحتة دي? ولا لما تشيل صباعك مفيش حاجة معلمة. يعني الصباع معلم في الجلد. البيتنج اديمة. ونان بيتنج اديمة. البيتنج اديمة ده على المميزة لها ان هي آآ فيها كمية مية اكتر. والعكس في فيها كمية البروتين اكتر. تمام? آآ يبقى البيتنج ده بيقول لك اللي لما تحط صباعك مش عارف ايه كده. بيقول لك مشهور اكتر في الجنراليز اديمة كلها. يعني الجنراليز اديمة هتلاقي فيها بيتنج. تمام? والنان بيتنج بيبقى في اللينف دي معي. نان بيتنج دي مش آآ مش يعني مش 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 جاملة. يعني البيتنج دي آآ يعني البيتنج دي اخطر اخطر منهم يعني. اخطر من النان بيتنج. تمام? يبقى دلوقتي الفرق التاني او الفرق الاخير. ما بين البيتنج والنان بيتنج. البيتنج يعني حط صباعك وتشيل صباعك فبتبص كده تلاقي صباعك معلم على الجلد. ده بسبب ان فيه كمية مية كتيرة والنان بيتنج البيتنج اخطر من النان بيتنج او اشهر من الاجزوديت والجدول ده مهم عليكم. تمام? كده احنا خلصنا النهاردة. اخدنا اربع حاجات واربعة. تمام? ايه اللي اربعة واربعة دول. اخدنا اول حاجة اه 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 الترومبوزيز تقريبا او ايه ثرومبوزيز. تمام? بعد كده الامبولزم. اخدنا الاسكيميا والانفاركشن. واخدنا بعد الانفاركشن الجانجرين. تمام? وعرفنا اللي هما جانجرين. واخدنا الهايبريميا والاديما والهيموريج والشوك. الحالي يديك كلها موضوع اسئلة. يجب لك اربع اختارات دول. هايبريميا اديما هيموريج والشوك. يبقى قولي شوك. تمام? فبس كده كده احنا خلصنا الفيديو التالت من معاجعة الباثولوجي. واشوفكم اه البايو بايو ميكانيكس الاول. فان شاء الله هسجل برضو البايو ميكانيكس. وهنزلكم مثلا تاربع فيديوهات كان ينموا الليلة. ولو حد عنده اسئلة ياريت يسألها لنا. شوفوشكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.